لا نحتاج إلى وقفة تأملية طويلة لمعرفة المكان يكفي أن نلقي نظرة خاطفة على تلك الانبعاثات الغازية لنعرف أننا أمام مجمع صناعي مجمع يقع وسط ضجيج من تراكم المخلفات الصناعية صلبة وسائلة وغازية إلا أن جهود حفظ التوازن البيئي للمغرب بات يشمل قوانين وستراتيجية طموحة من أجل تقنين التعاطي مع النفايات الصناعية الخطيرة في السنوات الأخيرة بقيادة سيدة الوزيرة يعني أعطا دفع كبيرة لإصدار المساطر القانونية منها قانون والمراسيم التطبيقية منها مرسم الهواء منها قانون الهواء منها المرسم لتحديد المعايير القصوى لتلوت الصناعي السائل يعني في إطار قانون الماء عشرها خمسة وتسعين وهناك قوانين أخرى كقانون ساحل بالنسبة للمراقبة تصدر مرسوم لشورطة البيئة وهذا المرسوم هذا الذي دخل حيز تنفيذ من 2015 وفي إطار هذا المرسوم هذا عندنا حاليا تقريبا 24 شورطة بيئية وسط هذا الاهتمام بالخطورة البيئية لتلك المخلفات الصناعية في كافة المجالات مجموعة من أرباب شركات ومصانع قاموا بمبادرات فردية لإنشاء وحدات صناعية صديقة للبيئة نحن الهاجس البيئي كان لدينا منذ سنوات ونحن نحاول أن نوجد طريقة لنخرجوا من المأزق البيئي الذي نعيش فيه والذي كان أثروا بها على البيئة المحيطة بنا ومن خلال المشروع الذي درناه مع وزارة البيئة بمساندة منهم نحاول إن شاء الله باش نحدوا تقريبا من جميع انبيعات الغازية والانبيعات الصلبة على الرغم من أن هناك خططا للحد من الملوثات الصناعية إلا أن المغرب لم يجد حلا جدريا يواكب انتشار أنواع النفايات الصناعية الخطيرة حيث تحتل جهة الدار البيضاء صدار تلائحة المناطق بقيمة تزيد عن 93.227 طن سنويا حسب البرنامج الوطني لتدبير النفايات